السلام عليكم الطالبة السجر عبدالكريم عبدالحسن مرحلة 4 قسم برامجيات موضعي الOS Layer بإشراف الأستاذ أحمد ستار الحسيني بالبداية قامت منظمة OSI بعمل نظام واحد حتى يستخدم على مختلف أنظمة التشغيل مثل Windows و Linux و Unix وغيرها حتى يصل على أنظمة التشغيل أن تتخاطب مع اللغة موحدة الOS Layer يمثل لي 7 مراحل راح تمر من خلالها البيانات من جهاز المرسل مروراً بالشبكة حتى تصل إلى الجهاز المستقبل بعد أن نفهم الطبقات ومراحل OSI وشوية كونة البيانات من خلال هذه المراحل راح نقدر نفهم كل المشاكل اللي اتصادفني على الشبكة مثل إذا عرفت كل جهاز أو هاردوير أو حتى تطبيق أو بروتوكول أين يعملوا بأي مرحلة وقتها راح أقدر أوصل لحل المشكلة بطريقة أسرع على سبيل المثال إذا قمت مع عمل Pink على جهاز آخر على الشبكة وفشلة العملية فعلى أي أساس أنا راح أصلى سبب مشكلة يعني هناك عدة أسباب إحداها ممكن Cable أو كارت الشاشة أو بروتوكول فالمرحلة الرابعة اللي هي بيها البروتوكول المرحلة الثاثة اللي هي كارت الشبكة والCable اللي هيكون في Physical Layer أول طبقة اللي هي Physical Layer بهذه الطبقة راح تتحول Data Frame إلى Frame المرسلة من الطبقة السابقة إلى إشارات كهربائية راح يقوم بهذه الوظيفة كارت الشبكة والمودم هنا هتكون شكل الـ Data على Pits الطبقة الثانية اللي هي Data Link Layer هل هنا الـ Data حنت تسمى بـ Frame لأنه راح نخل الـ Packets القادمة من الشبكة السابقة راح نخليدها Packets حزن على جزءين الـ Logical Link Control عند Mac Addressing وـ Frame Check Sequence هذا وظيفة اكتشاف الخطأ الـ Error Detection وأكيد راح يتم التأكد من خلوة الـ Cable من البيانات حتى يتم الإرسال بصورة مبسطة هتكون وظيفة الـ Data Link Layer وضع الـ Mac Addressing وإكتشاف الأخطاء الـ Error Detection وتحديد أوضل وقت لإرسال بيانات وذلك بخلوة Cable من أي بيانات طبعاً النوع الـ Hardware انه يتعامل مع هذا الطبقة يأما يكون Switch on or Bridge وشكل الـ Data انه هيكون هنا على شكل Frame الطبقة الثالثة اللي هي Network Layer بعد ما انتقلت البيانات من الطبقة السابقة الـ Segment راح تحول إلى Packets ونضيف لها IP وتحديد المسار المستخدم في نقل البيانات هذا ما يسمى Routing التوجيه طبقة للبروتوكول المستخدم هتكون هنا عمليتين أو وظيفتين هذه الطبقة اللي هي IP Addresses أو Routing التوجيه أكيد هنستخدم جهاز الـ Router وهتكون على شكل Packets الطبقة الرابعة اللي هي Transport Layer هذه الطبقة مسؤولة عن إدارة نقل البيانات اللي هي Flow Control وتصحيح الأخطاء Error Correction وتحديد البروتوكول المستخدم في عملية نقل بيانات فبعض البيانات أما تستخدم TCP Connection Oriented Protocol هذا يقوم بإرسال البيانات يتأكد من سلامة وصولها أولاً أو تستخدم من UDP Connection Lenses هذا يقوم بنقل البيانات أو أرسالها دون التأكد من وصولها مثل ملفات الفيديو أو محطات إذاعة أو التلفزيون إذن هتكون وظيفتي هنا تحكم نقل البيانات اللي هي Flow Control تصحيح الأخطاء Error Correction نقل البيانات سيكون عن طريق أما TCP أو UDP هنا ستتقسم Data والرقوم على الشكل Sequence والإرسال والتأكد أن الطرف الأخر يعني استلمها هذا يسمى Acknowledgement الطبقة الخاصة اللي هي Session Layer هذه الطبقة مسؤولة عن فتح قنوات الاتصال بين المستخدم والطرف الأخر مسؤولة عن إدارة وأغلاق السيشن يعني عندما تقوم فتح أكثر من تطبيق على جهازك هنا رح يظهر دور هذه الطبقة تقوم فتح قناة اتصال خاصة كل تطبيق على حدة تحدد نوع الاتصال المستخدم إذا كان أرسال فقط اللي هي Single مثل التلفزيون الواقع الطبيعي أو أرسال الاستقبال بس مو نفس الوقت اللي هو هاف دي بليكس مثل اللاسلكي أو يكون أرسال الاستقبال اللي هو في نفس الوقت مثل التلفون إذا فتح إدارة قنوات الاتصال وتحدد لي نوع الاتصال اللي رح تمر بالداتا الطبقة السادسة إن هي Presentation Layer كل البيانات الموجودة على الهزة حتكونها طبيعة تختلف عن بعضها البعض حتى أقدر أنه أفرق بين كل داتا مرسلة على الشبكة هذه الطبقة تقوم بتحييئة الداتا لتأخذ كل منها امتدادها الخاص سواء كانت صور نصوص فيديو أو ملفات مضغوطة بعد يتم تحييئة الداتا يتم ضغط البيانات عند الإرسال فك الضغط عند الاستلام تشفير البيانات أو فك التشفير إذن هنا حتسوني فورمات تهيئة داتا تأخذ شكلها امتدادها المناسب وحتسوني compression and decompression والencoded والdecoding هذا كل ما يخص الطبقة السعة الطبقة السابعة والأخيرة اللي هي Application Layer هنا المرحلة اللي يتعامل بها المستخدم مع واجهة البرنامج مثل متصفح البرامج أو نقل البيانات أو البريت أو غيرها أو فتح المستخدم للتطبيق الخاص ملخص عن هذا كله أن المستخدم سيفتح البرنامج سواء كان متصفح أو برنامج تحكم عن بعد أو إيميل فهذا سيكون مرحلة التطبيق سيتم عملية تأييد الداتا حتى تأخذ انتدادها المناسب سواء صورة أو نص أو فيديو بعدها سيتم الضغط البيانات أو تشفير مرحلة 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 ستكون فتح قناة اتصال خاصة لكل تطبيق وبعدين سيتم أضافة تي سي بي هيدر لكل داتا اللي بي بورت الجهاز المستقبل الويل نون بورت أو بورت الجهاز المرسل بعد هذه الإضافة ستسمى داتا سيجمينت وراها سنتقل مرحلة ترانس بورت اللي تكون بيها الداتا المرسلة وتم أضافة إليها اي بي للجهاز المرسل والمستقبل بعدها ستكون على شكل باكت وإضافة الماك أدريسيس ومرحلة الداتا لينك سيتم أضافة الداتا الخاص بالجهاز المرسل والمستقبل وهنا سنسميها الفريمز والفيزيكال هي مرحلة تحول بها الداتا إلى إشارات كهربائية لتمر بالسلك مرورا بالشبكة حتى تصل إلى جهاز المستقبل هذا كل ما يخلص تقرير الأو اس ليار ترجمة نانسي قنقر